يعيش الإعلام الرياضي اليمني حالة من الاستقطاب لم يشهد لها مثيلا منذ عقود ففي الوقت الذي يمثل الإعلام الرياضي ركيزة أساسية في البلدان المهتمة بالرياضة عيدة كانت أو قريبة ويعتبر من أسباب نهوض الرياضة فيها وتصدرها نجد العكس في بلادنا فبسبب الممحكات المستمرة ما بين المنظومة الرياضية في اليمن لم نسمع عن تكوين كهان رياضي يجمع حوله كل المهتمين والمختصين بهذا المجهل والذي انعكس سلبا على صورة الرياضة اليمنية بشكل عام والإعلام على وجه الخصوص داخليا وخارجيا حالة الجدل هذه يراها مراقبون طبيعية ويعود ذلك إلى حالة الانقسام الشاملة بالبلد إضافة للوضع الرياضي المعطل ما تسبب بوجود كيانات بعضها مناهض لجهة ما أو مؤيد لها شرخ أدى إلى تشتت جهود تعزيز المصالح الرياضية العليا إذ أن الغاية الأولى لدى أغلب الكيانات هو فرض نفسها كممثل عن الشارع مع إقصاء للأطراف الأخرى حالة الخلاف الحاصلة ما بين المؤسسات الإعلامية التي تتبع وزارة الشباب والرياضة والكيانات الرياضية التي لا تتبعها سبب كاف يفسر حالة الفشل والجمود الإعلامي الحاصلين في اليمن يقول المراقبون وهنا يطرح التساؤل الأبرز هل من الممكن اجتماع كل الكيانات الرياضية المنقسمة تحت مظلة واحدة والعمل لأهداف مشتركة تكون الرياضة اليمنية المستفيد الوحيد وليس الحسابات الضيقة هنا وهناك وهل من الممكن قامة انتخابات في كل المحافظات يتم من خلالها انتخاب شخصيات رياضية تضع على عاتقها انتشال الإعلام الرياضي اليمني من حالة السباة الذي هو فيه وتوجيه كل الأصوات والأقلام باتجاه الارتقاء بالخطاب الإعلامي والذي سينعكس إجابا على الرياضة اليمنية وصورتها داخليا وخارجيا موسيقى